أكد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية على الدور المهم للإيجابية والابتكار في النجاح والتميز والارتقاء بالعمل المؤسسي وتحقيق الريادة العالمية التي تنشدها دولة الإمارات مشيدا بدور شباب الإمارات الذين يمثلون محركا رئيسيا في عملية التنمية الشاملة التي حققتها الدولة خلال مسيرتها ولفت معالي خلال استضافته في مبادرة ساعة مع قائد التي نظمتها وزارة تطوير البنية التحتية ممثلة بمجلس شباب الوزارة بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب في الجامعة الأميركية برأس الخيمة إلى أن مسيرة تمكين الشباب التي انتهجتها دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة أضحت مثالا يحتذا به عالميا مؤكدا أنه بفضل هذه السياسة نرى أبناء زايد يتبوؤون مناصب مرموقة بالمؤسسات الحكومية والخاصة وقد أثبتوا مقدرتهم على التميز والإنجاز ودعا جيل الشباب للاستفادة مما قدمه سابقهم من مسؤولين نهلوا من مدرسة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان أنهيان طيب الله ثره مشيرا إلى أن المسؤولين اليوم قادرون على تقديم ثمرة خبراتهم للشباب لدورهم الفاعل في بناء المستقبل وأن الإمارات حاضنة للنماذج المشرفة وقادرة على استيعاب طموحات الجميع شكرا